أتابع هذه الحلقة لأستقبل في السوديو هلأ شو الأستاذ حسن مغنية رئيس جمعية الحفاظ على أموال المدعين مساء الخير إستاذ حسن حسن نور ما بعرف هالأموال قداش يعني بيظل الحديث عن أنون كابيتل كونترول بيظل موجات التفاؤل والتشاؤم بإمكانية تحقيق هالأنون بيظل التعميم يلي صدر عن قصة الأربعمائة دولار كاش وأربعمائة دولار على سعر المنصة بيظل كل هذه الأمور ماذا تقول أموال المدعين هل في بارقة أمل يما شو إذا تنام بالمجلس النيابي أحدهم مكرر ولواء جميل السيد عم يقولوا لك نحن بمزرع فإذا نحن شو بدنا نقول شو بدي أقول لك يعني جزر عايشين بجزر مصرف لبناني بيتصرف على هوا والمجلس النيابي على هوا وجمعية المصارف كذلك الأمر والسلطات القضائية من سنة عم نقول لهم يا جماعة عدوا مع بعض عدوا ناقشوا طلعوا خيطلعوا بخطة وحدة خطة وحدة نمشي عليها كلنا هلأ عندك تعميم من مصرف تبنان من هون والكابيتال كونترول من هون تسأل المودة بيقول لك أي حل بكرة أنا بمشي فيه إن كان تعميم والله كان قالول ولا شو ما كان بس أنتو كتجمع كجمعية يعني بترتاحوا لأي أمر يعني موضوع موضوع التعميم الأربعمية بأربعمية هل كان وقع إيجابي عندكم أم لا موضوع الكابيتال كونترول هل تنتظرونه بإيجابية أم لا يعني حدد ليش نحن لا نهاجم بس لأنه مجرد بدنا نهاجم ولا نسلم لأنه مجرد بدنا نسلم فيه أمور واقعية موضوع التعميم يلي صدر عن مصرف لبنان رغم أنه فيه كتير ملاحظات إلنا عليه يبقى أنه مجرد تسييل الدولار للمودعين عبر المصارف بينبسطوا فيه المودعين هلأ مين بفيد هذا التعميم بفيد صغار المودعين يلي هو ذاكرة أنا بخلص من 800 ألف حساب عندي وبيبقى عندي يعني 70 بالمئة من الحسابات بيبقى عندي 30 بالمئة طيب التعميم يلي نزلوا مصرف لبنان بحل 1 بالمئة من الوداية الوداية اليوم 109 مليار دولار هون عم يخلص بمليارين واربعمية طيب المئة وسبعة البقية شو نعمل فيهون مش ذاكرينهم يعني على قاعدة أنه مشي حالي هلأ بعدين ربك بيعلم شو ممكن يصير إذا بقى في بلد وقف على إجراء برأيك هيدا التعميم بناء على رد جمعية المصارف هل يعني قال أنه بتنظر الجمعية بإيجابية ولكن للبحث صلة هيدا الموضوع خالص بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان من شهران شو بدك بالمواضيع اللي بتطلع بالإعلام بين جمعية المصارف أنه اعترضنا ورجعنا وفاقنا خالص ومتفقين ومخلصين ومن شهران وأنا عم قل لك معلومات وأنا بعرف شو عم بحقين يعني ابتداء من أول تموز رح يسلك رح يسلك الطريق ولكن طيب نحنا بدنا قانون إذا بتخيرنا بين تعميم مصرف لنا وقانون كابتل كنترول مش لأنه فيه مبلغ أكثر لأنه القانون يبقى قانوني بيحميني التعميم اليوم يمكن ما يحميني التعميم بيسير المفاكل شهر يمكن بعد شهر ثاني يوقف التعميم ما حدا بيعرفه لكن القانون هل سيطبق هذا القانون هل سيولد هذا القانون قانون كابتل كنترول أنا ما أشوفه حي مشي لا أعلم من مبدية فيه أطراف سيسية مبدية وإلا مصادر ولكن بدنا نكون شوي وقعين ومنطقيين لا يمكن أنه حدا عاقل يصدق اليوم أنه تعميم مصر في لبنان صدر فقط من أنه إجع قبله حاكم مصر في لبنان يصدر هنا التعميم من دون قوة سياسية يعمل له بهذا التعميم لا يمكن لا نصدق هذا ليس أنه حاكم مصر في لبنان قرر لا فيه قوة سياسية مين هالقوة السياسية برأيك إذا نواب ما بيعرفوا أنا أريد أن أعرف ولكن هناك قوة سياسية وراء ما بدأ الكابتال كونترول ليش ما بدأ الكابتال كونترول ما بعرف بس كمان بدي أرجع شوية لتقنيات التعميم لأنه أنا حاملك يعني رسائل المودعين في كتير علامات استفهام على الموضوع أحدهم يعني مثلا في طلع آنون طبع الطلاب بالخارج وما تنفذ حتى الآنون المصارف ما نفذت له أن السلطة القضائية ما حامتنا كمودعين أو كأصحاب حقوق أو طلاب ويكبتنا بعملية مطالبتنا المصارف ضمن الآنون بهذا الموضوع طيب تعميم مصرف لبنان الأخير 400 دولار باللبناني 400 دولار بالدولار عم بيقلك 27 تريليون ليرا لبنانية بده يطبح تعرف لو أين بيودينا هيدا لأنه هيزيد كمان الطلب على الدولار نبدأ ياخد 400 دولار على سعر 12 ألف رح يروح يشتري فيهم دولار هيزيد الطلب على الدولار رغم أنه عم بيسيّل دولار ولكن هيخدنا على إنفليشن كتير كبيرة نحن يعني أنت الكتلة النقديية الموجودة عندك هلأ بالسوق عم بيضربها باثنان هون رايح بالليرة هاي دي واحد اثنان زاكر موضوع بنك الجمال مظبوط بنك الجمال تصفى راحوا موضعين بنك الجمال من بنك الجمال على مصارف تاني نعم هو عم بيقول قبل 17 تشرين شو أساس الحساب اللي عندك إذا أساس الحساب قبل 17 تشرين دولار وفيه بقلبه دولار بتاخد شو كان عندك لحدود تشرين نعم كل شي تغزى فيه هيدا الحساب بعد تشرين ما بتستفيد من التغذية نعم إذا أساس الحساب قبل 17 تشرين لبناني وبعد 17 تشرين صار دولار حوالته دولار ما راح تستفيد ولكن ما أنت ما هو قاناش بالاجتماع ما حاكم مصر في لبنان قال إنه نحنا بعدنا عم نبيعون للمصارف الدولار على 1500 ليش ارتضاء تتحول لهم طيب إذا ما بدك تعطيهم ليش ارتضاء تتحول لهم طيب تقوم بنك الجمال يعني لما سكر بنك الجمال وراحوا على مصارف تانية اللي عنده وديعة بالدولار ببنك الجمال أخدها لبناني تعرف أنت هيدا الشيء بناء على تعميم مصرف لبنان لو عندك مليون دولار ببنك الجمال بتاخد تشيك بملياره ونص بتروح تحطه بمصرف تاني وبقبل لبناني هيدا شو بدك تعمل ما بعرف ما بدنا نسأل ما نحنا عنا كتير أسئلة شو بدك تعمل فيه بعدين ليش هاتميز بين قبل وبعد ودائع فرش ودائع فرش جديدة طيب طيب بس هيدا يعني الأربعمية دولار يعني هي بتخدم المودع صغار المودعين طيب يلي هني بشكله سبعين بالمئة يا استاذ جورج مباري حدا حكيني وديعته الله عاطيه واشتغل كل حياته برا بأفريقيا عنده أربعين مليون دولار بالبنك شو الأربعمية دولار بالنسبة لوديعته شو الأربعمية دولار فيه ناس بتقل لك أنا بخلص بهالسين سنتين بسكر حسابي ويدر بندخل لك شهر وما بدي هالمعمعة واشتغل طيب لحظة هو عم بيتخلص من جزء كبير بس لما بتزيد الكتلة بالليرة 27 ألف مليار ليش بدي يدفع بالليرة لحظة يعني هون يعني عم بحدا عم بيقلي إنه إذا بتزيد الكتلة بالليرة 27 ألف مليار طيب هيدا بيعني تضخم هيدا اللي عم بيحكي فيه يعني شو بدك تعمل فيها هي بدك تعيش تاكل وتشرب فيها الأربعمائة دولار هي مبلغ استثماري بالسوق يعني مبلغ لإعادة العجل الاقتصادي لا عم يعطينا بوكيت موني حيصرفوا المودع بالسوق لا يأكل ويشرب منه هلايدا هو الحل يمنتظرين ورح يمتبع كتلة نقدية 27 ألف مليار يلي بتعمل تضخم رحين على تدهور للعملة أكتر وأكتر يعني الدولار هيرجع يرتفع هيفزيد أكتر طبعا انت مجرد يصير عندك شو التضخم الليرة اللبنانية عم تفقد قيمة أكتر وأكتر مقابل الدولار طب شو بدك تعمل بهذه الحال ليش بدك تعطي لبناني بعدين ليش بدك تعطي لبناني كابيتال كنترول عم بيقول 800 دولار نحنا منفضل كابيتال كنترول مش لأنه قيمة الدولار أكتر لأنه بيحمينا أكتر كابيتال كنترول ولكن يا حضرة النواب الكرام لما أنتوا هلا اليوم عم بتهجموا بيان مصرف لبنان أو تعميم مصرف لبنان ياللي بيرجع بقلها أنا عندي كتير ملاحظات عليه يعني ما بأيدوا إذا بتسألني أنا شخصيا ما بأيدوا رغم أنه بخلي الواحد يحصل على 800 دولار خل شهر طب مع أنتوا تأخرتوا بإكرار القانون كابيتال كنترول صارنا 17 شهر على بداية الأزمة وبعدكن لليوم منقشات الكابيتال كنترول منقشات بعدين أيها اللي بدي يمشي بس عفوان سؤال أيها اللي بدي يمشي خلينا نشوف تعميم مصرف لبنان اللي بدي يمشي ولا الكابيتال كنترول اتنيناتهم ما رح يمشوا اتنيناتهم سوا ما رح يمشوا لا إن شاء الله بيمشوا لحظة بس كيف ما رح يمشوا يعني هلأ اللواء جميل السيد كان عم بيقول أنه الكابيتال كنترول وصفه من هالك لمالك لأباد الرواح يعني هلأ بلجنة الإدارة والعادل توقع أنه يعد له شهرين ثلاثة بعدين لما يروح على الهيئة العامة هناك الحالة طيب بالمقابل تعميم مصرف لبنان ليش ما رح يمشي برأينا لا إلا لأنه هيدا بدأت ترجع لجمعية المصارف جمعية المصارف أصلا عارض من فتحة على النقاش يعني تنظر بارتياح وبدأت أقرأ من درجاته وكل هاي بس هول مليارين واربعمائة مليون دولار يلي بدون يعطل المودعين على سنتين بهذا تعميم من الرياض سلامي نصهم من الاحتياط الإلزامي ونصهم بدون يجيبوهم المصارف دايما نحن مكشوفين على مليار وسبعمائة مليون دولار بالمصارف المورسل ولكن بيقدروا يجيبوهم لأنه الحاكم مصرف لبنان من عند رئيس الجمهورية بآخر خطابه وذكر كلمة قال معهم المصارف بحساباتهم الخاصة هيدا رسالة للمصارف يمكن فيه مشكلة هل رح يقبلوا من حساباتهم الخاصة وأنه يمولوا هذا القرار الكطاع المصري في عام العشرين مليار دولار بآخر خمسة وعشرين سنة أربح بجوز شوي يشارك كمان مش غلط بجوز يشارك ولكن ما في شي بيلزمه يشارك يعني التعميم هل يلزم المصرف تعميم يلزم والأنون يلزم أكتر وأكتر ولكن بدك تشوف هلأ هيدا بيان التعميم أنا معي التعميم يلي نزل بالإعلام وطلع بيان مصرف لبنان إنه فيه مغالطات لا هيدا نزل من مصرف لبنان ليشوف ردة الفعل بناء على بكرة الصباح بعدها تحيززر التعميم طيب بدي أحكي عن موضوع البطاقة التمويلية يعني هل هذا التعميم يحل مكان البطاقة التمويلية يلي كان عبينحكي عنه وكان عبينحكي عنه وكان عبينحكي عنه تمويلة أنه رح يكون أيضا من الاحتياطة الإلزامة فهلأ إذا صار فيه هيدا التعميم 400 دولار و400 باللبناني على سعر المنصة يعني هيدا بديل عن البطاقة التمويلية لا هيدا شيء وهيدا كشيء التعميم الصادر عمصر في لبنان هو موجه للمودعين البطاقة التمويلية هي للعائلات الأشد فقرا في لبنان فهيدا موضوع وهيدا موضوع تاني ولكن نحن نرفض المساس بالاحتياط الإلزامي تبه مش لأنه نحن مبدنا بالعكس نحن من المجتمع اللبناني واللي عم بصير على العالم عم بصير علينا ومشكلتنا منهم ولكن نحن نرفض المساس بالاحتياط الإلزامي لأنه هيدا ما تبكى من أموال المودعين 15 مليار شيء للبطاقة وشيء للمحروقات وشيء للدوة طب المودعين شو بيطلع لهم آخر شيء ما بيطلع لهم شيء ولكن أنا عندي نداء طلب لهالقاضي السياسيين بالبلد بس لأقلك شيء أستاذ جورج مدينة ترابلوس مدينة ترابلوس المحرومة مدينة ترابلوس يلي عم بتعيش الأسى فيها 3 أشخاص بيملكوا 10 مليار دولار أوكي وببيروت وبالجنوب وبالجبل هالزعماء السياسيين يلي قلبن على العالم ويلي قلبن على العائلات الأشد فكرا بيسوى كمان هن من جيبن الخاصة مازال قلبن على العالم هن يمولوا بلاش حادي يمين وشمال ساعة من سافر على قطر وساعة من الاحتياط الألزام ومش عارفين منين بدون نجيبه 700 مليون دولار مولوها أنتو يحسوا فينا مرة بس بس مرة واحدة أعرف هلأ كمانا مثلا الأستاذ أنتوان منسة رئيس اللجنة الاقتصادية حدا ياخد مبادرة أنتوان منسة رئيس اللجنة الاقتصادية بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم بيقول أنه ما تنسوا المغتربين يلي هن جايين على بيروت ومستعدين يصرفوا مبالة كبيرة من الفرش دولار لأنه يعني عم بنقال أنه بالصيف رح بيكون في حركة ناس جايين على لبنان لأنه صار دولار مش بس المغتربين استاذ جورج في عندي معلومات يعني صار لي معه دولار بيجي على لبنان بمضي جمعتين وثلاثة وشهر ب300 دولار ب300 دولار ب300 دولار فكان يبدل 3000 صار في 300 ولكن أنا عندي معلومات هلأ كمان تحويلات يلي دهرت من لبنان بعد 17-20 على سويسرا عم حدد لك سويسرا في جزء بلش يرجع كيف بلش يرجع؟ بلش يرجع عبر السياسيين لأنه شايفوا أنه موضوع المحاسبة والتدقيق الجنائي وكل هالأمور شكله ما في شي منه بلشت ترجع أموال اللي تحولت بعد 17-20 أو ما قبل 17-20 إلى سويسرا عم ترجع على لبنان ولكن عم تنقبض فرش كاش اه ايه لو بعدها موجودة بالحسابات في لبنان منا فرش عم ترجع من سويسرا نيح أنه ترجع ولكن عم تنقبض من قبل سياسيين عم تنقبض فرش كاش وفي سياسيين بعضهم عم بيحولوا عم يضغطوا على أصحاب المصارف للتحويل لبرة للعلم ومن كم يوم أحد السياسيين 100 ألف سترليلي محول على لندن لحفيدة كرمال كرمال للعلم مين؟ مين؟ ايا ايا السياسيين نحكي بيها بعدها لأي ليش ما بتقولوا الأسماء؟ ليش ما بتكشفوا الأسماء؟ لأنه مش مهم الاسم بلى مهم الاسم خلي الناس تعرف إذا عطيتك الاسم هلأ شو بده يتحاكم؟ يعني عطيني حدا تحاكم من 43 و 40 لليوم مين تحاكم بتهمية الفساد؟ من إنشاء دولة كبيرة دولة لبنان الكبيرة لحد هلأ حدا تحاكم فساد؟ يعني إذا قلنا الاسم حلينا المشكلة؟ على الأقل على الأقل الناس بتعرف الناس ساعتها بركي بتحاكم بسنة دي الاقتراع هلأ الناس طوع أكتر؟ هلأ يجي يوم هلأ بس إشارة لأنه كمان النائب جميل السيد بيقول أنه أنا بتحدى إذا الحاكم رح يقدر يلب متطلبات التعميم لأنه ما في مصاري هذه قصة شعبوية يمكن يقدر يلبي لفترة أصيرة مثل ما عمل بإعاشة المتين دولار وبيرجع بيوقف مثل كل أراراته السابة أنا بدي بس أول شي بدي أوجه تحية لسعاد لما توجه رئيس لجنة المال والموازنة عند الحاكم طلب أرقام معطل أرقام ولكن هو عم بيقول أنه في 15 مليار مش إيك اشتغلوا على هذا الأساس ما هو اللي عم بيقول طيب أستاذ حسن في طبعا هل أنتوا بصدد أن القيام بتحرك هل في خطوات بدكنوا تقوموا فيها كجمعية وانا بدفاع عن حقوق المدعين أنا بدي أوجه رسالة لجميع المدعين البكاء خلف شاشات التليفون ما رح يجيب لك وديعتك ولا رح يحصل لك شيء نحن دعيين لتظاهرة قدام مصر في لبنان تظاهرة مطلبية بحقنا بوديعنا بجنة عمرنا بمالنا بولادنا بحياتنا يلي ما عم نقدر نعيشها بأمان ولا بإطمئنان نحن أموالنا ما عملناها لا بالسرقة ولا بالحرام نحن جمعناها بتعبنا باخترابنا بشقانا مندعي كل المودعين نهار الجمعة الساعة ثلاثة بعد الظهر أمان مصر في لبنان نحن مننا شعبويين ولا غوغائيين نحن نازلين نطالب بحقنا كون وحدنا نزال طالب بحقك لأنه ما رح حدا ما رح يحك جلدك غير ضفرك مش وراء شاشة التليفون تقعد تتبكبك مع احترامي للجميع ما حدا رح يجيب لك وديعتك على طبق منفضة ويقلك تفضل نزال طالب بحقك خلي قضيتك مرفوعة طيب بخصوص أنتوا وزارة المالية ووزارة الداخلية وهلأ اليوم وين صارت هالمشكلة شو هي تحديدا المشكلة شوف أستاذ يورج نحن تقدمنا بطلب العلم والخبر بـ 22 سبعة 2020 لوزارة الداخلية حسب الأصول عبر محامية الجمعية ولكن بعد مرور فترة طويلة وما في رد من وزارة الداخلية بهذا الخصوص عملنا اتصالات بوزارة الداخلية تبين أنه في مشكلة في مشكلة أنه بمكان ما التجأنا لحق الوصول إلى المعلومة لمعرفة سبعة بالمشكلة يوصلنا كتاب من الداخلية بس أنا حبيت أخذ منه ورقة واحدة لكيها خلي الشعب اللبناني يعرف برد وزير المالية الدكتور غازي وزني يلي موقع هون على هيد الورقة برد بيقول حيث أن المهام هي من صلاحيات الحكومة اللبنانية الحريصة على أموال المودعين لدى المصارف وقد أدرجت الحلول المناسبة ضمن خطتها الاقتصادية أي خطة يا دكتور وزني هيد يلي طارت بعدين الدولة اللبنانية هي الحريصة على أموال المودعين ترجع سندات اليوروب وانس لا نقدر ناخدهم نحن هذه واحد لحظة يعني معالي الوزير وزني يعني كان يعني هو معارض أنكم تاخده علم وخبر طبعا اعترض بحجة شو بحجة أن الدولة هي التي تحافظ على أموال المودعين تطلب سلفة 200 مليون دولار للكهرباء من أموال المودعين بالآخر شو عملتوا أخذتوا علم وخبر على مجلس شورة الدولة آه رحتوا عمل طعن قدام مجلس شورة الدولة قدام مجلس شورة وحناخده بقوة القانون نحن عم نشتغل بالنظام لا بلحظة هو المخول أنه يعطي علم وخبر مش وزارة الداخلية ولكن أخذ برأي وزارة المالية ولا أعتقد أن الأخذ برأي وزارة المالية هو قانوني مع العليقة يعني هذا وأخذ برأي مصر في لبنان كمان بس هيدا الرأي غير ملزم غير ملزم ولكن أنا بس بدي يخلي الشعب لماذا صار ملزم ليش صار ملزم يعني شو إجاكم الخبر شو إجاكم رد من الداخلية يعني ما رجعته قبل ما تروحوا على مجلس شورة الدولة رد من الداخلية هو التريث بإعطاء العلم والخبر تريث مش الرفض تريث ولكن نحن متابعين هذا الموضوع بس كيف بتكون تتابعوا بمجلس شورة الدولة إذا فيه تريث مش فيه رفض بقوة القانون أنا مقدم على المخبر حسب كل الجمعيات لأخذي على المخبر هيك يعني ليش بعد ما وصل نحن عم ندافع عن حقوق العالم مش الدولة اللبنانية يلي هي سرقت الودي صار بدكم من دافع عن حقوقكم يعني بالأسف الشديد الدولة اللبنانية بالآخر يعني أستاذ مغنية يعني تجاه اللي عم بصير موضوع كل هالبحث اللي إله علاقة بالقرارات وبالتعميم وبالقوانين مصريات الناس وين رح تصير مصريات الناس الفجوة الكبيرة هي فجوة مصر في لبنان خمسين خمسة وخمسين مليار دولار يلي بدوا يقلنا وين راحوا هاو دي فيه عنده هو عم بيقول خمسة عشر مليار هلأ وفيه بحدود ثلاثين مليار المصارف عطيتها قروض للقطاع الخاص ضمن كفالات ضمن رهن ترهن سيارة بترهن باقي هاي دي موجود الرهن إذا تخلى في الكطاع الخاص عن السداد بتقدر المصارف تسترد أساس العقار أو شي مش مشكلة هون ولكن وفيه تقون الدولة ثلاثة عشر مليار ولكن الفجوة الكبيرة بمصرف لبنان خمسة وخمسين مليار دولار حاكم مصرف لبنان عم بيقول الودائع موجودة طلع يفسرنا كيف موجودة نعم طلع يفسرنا أنا بديشكرك أستاذ حسن مغني ولكن بس للأخير هيدا التعميم يلي صادر عن مصرف لبنان المجحف جدا بحق يلي عنده وديعة قبله بعد سبعة عشر يشين ويلي كانت وديعته باللبناني يلي كلكم كانت تقولوله اللي رب خير وشجعته وضللتوا أنه يحط وديعته باللبناني لسيمة أصحاب التعويضات من القطاع العام من عسكريين وضمان اجتماعي أنتوا يلي ضللتون أنتوا بكنت لقولون الحل فقدوا من قيمة وديعتهم أنتوا بكنت لقولون الحل هيدا التعميم مشحف جدا بهذا الموضوع مشحف جدا شكرا لك حسن مغني رئيس جمعية الحفاظ على أموال المدعين شكرا لحضورك ولأطلالتك معنا الليلي بدأت أرجع بختم هذه الحلقة إلى سؤال حلقة الليلي من برأيكم يجب أن يسمي الوزيرين المسيحيين بكركة توافق الرئيس عون ورئيس الحريري أو الاستعانة بصديق بناء على تصويتكم طلعت النتيجة أنه 44 مثل ما نرى على الشاشة 15.5% قاله بكركة 40.3% قاله توافق عون والحريري و44.1% قاله الاستعانة بصديق شكرا لمتابعتكم حلقتنا للليلي إلى اللقاء الأحد المقبل